السلام عليكم ورحمة الله نتكلم الآن عن الفيز إكوليبري إذا كان لدينا مادة صليبة تحتوي على فري مويششر شرحنا في المحاضرة السابقة الفرق بين الفري مويششر والباوند مويششر فإذا كان هذا الجسم يحتوي على فري مويششر وللتخلص تبدأ درجة حرارة الرطوبة في الارتفاع وتستمر إلى أن نصل إلى نقطة the vapor pressure لهذه الرطوبة exceeds يتجاوز the partial pressure لهذه الرطوبة مع المادة الصليبة متى ما وصلنا إلى هذا الشرط تبدأ الرطوبة بالفقدان من هذه المادة الصليبة والتبخير ومن ثم تجفيف هذه المادة الصليبة تستمر عملية التخلص من هذه الرطوبة إلى أن نصل إلى مرحلة الإكوليبريم الإكوليبريم نعرفها على أنها هي عبارة عن set of data تربط ما بين solid water content والgas water content لدينا معلومتين مهامات جدا لدينا humidity والmoisture ما الفرق بينهما؟ هذه من الأسئلة التي تتكرر في الامتحان نعرف humidity على أنها water content في الغاز رطوبة الغاز أو الهواء بينما المويتشير هي عبارة عن water content في المادة الصليبة هذا هو الفرق بينهما الووتر كونتين في المادة الصليبة moisture والووتر كونتين في الغاز humidity فالإكوليبريم هو عبارة عن علاقة تربط ما بين المويتشير والهواميدي للمادة الصليبة وللغاز الذي يستخدم في عملية التجفيف كما ذكرنا سابقا during drying occurs when gas humidity is lower than that of the solid طالما رطوبة الغاز أقل من تلك في المادة الصليبة تحدث عملية الماس ترانسفير وتنتقل الرطوبة من الصليب إلى الغاز تستمر هذه المسألة إلى أن نصل إلى مرحلة الاتزان وهي تلك العلاقة ما بين الرطوبة في الهواء وتلك في المادة الصليبة هناك السيناريو الذي لا نرغب بحدوثه في عملية التجفيف وهو في حالة أنه رطوبة الغاز أعلى من تلك في المادة الصليبة عندها تحدث عملية أبزوربشن لهذه الهوميدي فروم دا إير وهو ما زكرنا بإنه عبارة عن الهوميديفكيشن عملية الترطيب هوميديفكيشن عملية الترطيب ترجمة نانسي قنقر